عن تجاربنا السيئة أو أي فشل كده معنا أنا ما بحبش كلمة فشل بس يعني حتى لو تجربة إحنا ربنا ما وفقناش فيها أو ما توفقناش في اختياراتنا فيها هنعرف إزاي نتخطى بقى الاختيار السيئ ده أو التجربة اللي أنا ما نجحتش فيها مع ضيفي اللي منورنا في الستوديو الدكتور علي سالم أستاذ علم النفس دكتور علي أهلا بيك ومنورنا فيه كأن وموضوع تقيل إلى حد الماء ومحتاجين حلول بجد يعني معظمنا واقع في فخ الفشل اللي هو أنا ما نجحتش في ارتباط بفضل أتكعبل واتكعبل واتكعبل والغاية ما أقول لنفسي لا أنا واضح أن أنا في الارتباط فشلة لا لا أنا مش هارتبط تاني وعلى فكرة فيه ناس بتقعد بجد سنين هي حاسة أن الفشل طلع منها هي من جواه وممكن ما تبقاش الحقيقة يا ممكن أبا أنا وقعت في شخص فاشل أصلا حد طاكسيك حد كسر لي ثقة بنفسي حد حسسني أن أنا مش كويسة حد حسسني أن أنا مش جميلة ويمكن دايما الستات هتلاقي حتة الجمال عندها لو واحد خانا مثلا تقولك إيه ده 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 راح لوحدة أحلى مشاكل كتير أو بنشوفها في حياتنا دكتور علي بنفضل عايمين فيها كل ما حاول أطلع من الميا كده واطلع راسي كده الفوق تلاقي نختص تاني إزاي نتخطى حتة أن أنا فشلت في حاجة في حياتي هي المشكلة في البداية طبعا أنه إحنا عندنا قاعدة بتقولك لا يولدك مؤمن من جحر مرتين ده إحنا عشر وعشرين إحنا مرتين دي محتاجة يعني أعمل لك ستندت شوية تنتد شوية مشكلتنا الحقيقة أن إحنا بنبقى حطين لمت للخطط بتاعتنا يعني إيه يعني أنا سي مثلا في الارتباط زي ما حضرتك بتقولي أنا بتوقع أن أنا لما بدخل في علاقة أن هي دي أول وآخر علاقة هدخلها سعي وأن هي دي العلاقة اللي هتنتهي بالنهاية السعيدة اللي أنا رسمها في دماغي وأن هو ده الشخص المثالي بالنسبة لي أو اللي فيه كل الحاجات اللي أنا محتاجها أو الحاجات اللي أنا عايزها أو الحاجات اللي بترجط عليها وبالتالي من غير ما نحس إحنا بنبدأ نرفع سقف إيه التوقعات سقف التوقعات والطموحات بتاعتنا وبالتالي على قدر ارتفاع سقف التوقعات بتاعتنا بتكون الواقعة الواقعة بتكون شديدة جدا هنا بيبقى فيه صعوبة في أن إحنا نرجع ندخل فيه القصة دي مرة تانية لأن أنا ببدأ خلاصي تكون عندي حاجة بنسميها التروما أو الصدمة أيوة بقيتها تصدم في الناس ده طب دي قصة ممكن تكون استمرت سنين وشخص بنا تجارب كتيرة وبنا زكريات وبنا وما كنتش أتخيل أبدا أنه أن يحصل أو نوصل لأن النقطة دي خلينا نقول أنه المكاسب والخسائر عملية نسبية يعني هي عملية نسبية يعني المكاسب بالنسبة لي ممكن يكون حاجة عادية جدا بالنسبة لحضرتك والخسارة بالنسبة لي ممكن تبقى حاجة برضو بالنسبة لك شيء عادي أنت بخسرتش حاجة ولذلك بنقول المكاسب والخسارة هي عملية نسبية بتختلف من شخص للتاني وبتختلف لدى نفس الشخص من مرحلة للتانية يعني أنا ممكن أخسر حاجة وأنا شاب عادي بالنسبة لي إنما لخسرتها وأنا كبير مش عادي صعب أنا خسرت في أول العلاقة بعد شهرين ثلاثة من العلاقة العلاقة بازد عادي جدا إيه المشكلة طب خسرت بعد علاقة ثلاثة أربع سنين إلى حد المصع طب اتجوزنا وبقى في عيال الخسارة هتبقى أكبر ليه الفاتورة أكتر أكتر والضحايا أكتر وبالتالي القرار بيبقى أصعب وبيبقى صعب إن إحنا نتجوزه نفسيا إحنا نتعامل إزاي مع القصص دي يعني إحنا برضو إزاي محطات محطات عامين نركب في القطر وننزل في المحطة دي ونتخبط ونركب المحطة اللي بعديها أو القطر اللي بعديه ألاقيه موديني في حتة مش بتاعتي فأبتدي أرجع تاني وبعدين أبتدي أسمع بقى كل إيه السوشال ميديا انزل بسرعة من القطر بدل ما يوديك معرفش مشوارة محطة غلط وبعدين كل شوية اللي هو وإيه المشكلة لما حط في دماغك حط في دماغك إن مش أي علاقة هتدوم أكيد يعني إزاي أنا أجي أرتابط بشخص وأنا حطى في دماغي إن العلاقة دي مش هتكمل طب أنا إزاي هدي من قلبي وهبقى خايفة طول الوقت مستنيها النهاية إمتى هي الفكرة ما بتتحسبش كده هي أنت قاعة بتبقى فير في العلاقة بتبقى ماشي بالنية إن العلاقة دي هتستمر وإن أنت هتدي فيها بس تبقى واخد بالك كويس جدا إنه احتمال احتمال إنه يحصل شيء سيء شيء خارج عن الحسبان يعني دايما نحط توقع مش هنقول الأسوأ ولكن نبقى فيه بزء كده اللي هو نسميه إيه الاحتمالات الاحتمالات دي بتحميك على المستوى النفسي وبتحميك قدام كمان من قرارات ممكن هتبقى صعبة لكن احتمالات إن الشخص دي يتغير أو إن يحصل تغيرات في العلاقة ما بيننا مشكلتنا في العلاقات بالذات إنها بتقوم على بعد واحد وهو بعدها عاطفة وهو ده اللي بيود الدنيا في داهية يعني إحنا دايما يعني إحنا حتى يمكن عندنا مشروعات كتيرة دلوقتي بنأهل بها الشباب المقبلين على الزواج نقول لهم أول حاجة في بداية علاقة ناجحة خلي قلبك على جنب طب إزاي؟ أنا هقول لك إزاي؟ إزاي؟ أنا أقتنع وأطنع بنت أقول لها إيه؟ خلي قلبك على جنب طب أنا إزاي هدخل أرتبط وأنا عايز أحب يعني مع القلب اللي بيحرقني إحنا ليه بنقول خلي قلبك على جنب آه قالوها حكمة زمان الجماعة الكبار في السن مراية الحب عمية عمية دي مكسورة خلصة أنا بقى بندرس الكلام ده بشكل علمي للطلبة في الجامعات كعلم علم النفس نقول لهم لا تسق في الحواس لأن الحواس بتاعتنا خداعة مراية الحب عمية زي ما قالوا الجماعة أهلنا البسطاء فعلا ليه؟ لأنها بتضخم بتضخم الإيجابيات البسيطة أيوه وتقلل أو تهون السلبيات الضخمة على فكه دي حقيقة إزاي بقى؟ آه يعني قال لي كلمة مش لطيفة آه عديها يا عمي ما ده بيحبك ده بيخاف عليك ده ما عليش شماء طب هو أناني طب هو ما بيفهمنيش طب بس أنا بحبه الخلاصة في النهاية إن الحب بيغلي في كل ده المشاعر بتطغى وبالتالي القرارات العقلانية بتبقى بعافية شوية نلاقي اتنين مخطوبين بينهم مشاكل مش متفاهمين بيعتمد على عنصر واحد اللي احنا بنحب بعض طب زي الفل ماشيين في القرار هنحب هنكمل آه طيب تعالوا تجوزوا القلب يقوم واخد أجازة آه والعقل يشتغل والعقل يقعد على الكنبة زي ما احنا عاديين كده تعالوا لي بقى عقلك كان فين بقى لما كان بيحصل وكان بيحصل وكان بيحصل وكان بيحصل يبدأ هنا مسألة الإحساس ماشيين في القرارة